السهل الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم يوم جديد يوم خاص جدا الحقيقة يوم أنا بشوف دائما الأيام اللي زي دي من الأيام الحلوة يعني في وسط حاجات كتيرة جدا مش عجبانة ومش راضين عنها ونفسنا تتغير في الكرة في مصر لكن الحقيقة أي حاجة بيبقى فيها اسم مصر وفيها منتخب مصر بننسى بنفصل بتدوب كل الاختلافات اللي بيننا وبنتوحد وراء عالم مصر ووراء منتخب مصر كل التوفيق لمنتخب مصر النهاردة اللي بيبدأ انطلاقة مشواره طبعا قدام أنجولا في تصفيات كاس العالم مباراة رغم الفوارق دايما بنأكد ودايما تصفيات كاس العالم دايما بيبقى فيها اتواجعنا منها كتير وتلسعنا منها كتير أتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة أعتقد رغم كل الظروف الصعبة خلينا اتفق طبعا وندي الجهاز الفني وده مش شماعة أنا مش مع فكرة الشماعات دايما لكن الحقيقة ظروف صعبة جدا مر بيها الجهاز الفني في إطار استعداده لمواجهة أنجولا وبدأت مشوارة تصفيات عموما لأن انت بتتكلم على تصفيات مرحلتها الأولى بتلعبها في خلال شهرين شهرين بداية جايين بعد موسم في منطقة صعوبة حالة الإجهاد اللي بيعني منها معظم لعيبة المنتخب المصري وأهمهم وهم ممكن يكونوا الغلبية العظمى لعيبة النادي الأهلي غياب عناصر مؤثرة طبعا زي تريزيجير بسبب الإصابة صلاح وإنني بسبب مشكلة الكوفيد وإنه مصر ريت زون واللي زاد الطيم بلى لأسف شديد جدا خروج كمان أكرم توفيق مصابا من معسكر المنتخب وكمان عمر جابر إن شاء الله بإذن الله نتطمن عليه والحمد لله طبعا مسحته جات سلبية وإن شاء الله يكون جاهز لمطش الجابون لكن في النهاية أنا كل ثقة أنه التشكيلة الموجودة والأسماع الموجودة في منطقة مصر تقدر تقدر تقدم عرض قوي جدا قدام أنجولا النهاردة ويكون بداية قوية جدا قود دفعة مهمة جدا انطلاقة دي بتهيأ لي واحدة من الحاجات الأساسية أول مباراة أنك تلعب فيها مباراة كويسة تقدم فيها مرضود كويس يطمن الجمهور تحقق سكور يعني النهاردة مش بس المكسب اللي مطلوب لك إن شاء الله كمان تحقق سكور يريحك قبل ما تروح تلعب في الجابون تسعة نقاط مهمة جدا على أرضك مفهمش نقاش وإن شاء الله أنا شايف حتى مع الأنجولا والجابون وليبيا شايف إن شاء الله المتخب المصري يقدر يعدي من المجموعة ونروح بقى للمهم ونروح للصعب وهو خروج المغلوب